هو الإصلاح الموعود إذن وهو التغيير حتما ولعل الإصلاح هذه المرة أدى فعلا إلى التغيير فلقد غير وجه كرة السلة اللبنانية عن بكرة أبيها وغير معه وجهة منتخب لبنان من منيلا إلى مطار رفيق الحرير الدولي حيث ستحط هناك طائرة كرة السلة اللبنانية وتدخل إلى هنجار النسيان إنه الاتحاد الدولي لكرة السلة من اتخذ القرار فاللعب من تحت الحزام لغة لا يجيدها هذا الاتحاد وهو رد عليها بالضربة القاضية لتنتهي لعبة شكلت صورة حضارية ناصعة للبنان وكأن البعض يريد أن يأخذ هذه الإنجازات إلى الهاوية وأن ينهي هذه الإنجازات وكأن لديه حقدا أو مشكلة مع سمعة لبنان الرياضية وخاصة في كرة السلة في تاريخ الاتحادات اللبنانية دائما كان هناك مشاكل وهناك اختلفات وجهات نظر وفي لحظة معينة كان الجميع يصلون بروح العائلة بالروح الرياضية إلى إيجاد حلول ولكن هذه المرة الأولى التي يذهب بها البعض باتجاه الاتحاد الدولي والمؤسف أن هذا البعض يطرح شعار التغيير والإصلاح وهو يعلم تماما أنه بهذا الذهاب نحر الرياضة اللبنانية وتحديدا نحر كرة السلة اللبنانية وكأن الأمور ذهبت بفعل فاعل لعل تجربة التغيير والإصلاح في إعادة لبنان إلى العصور الحجرية في ملف الكهرباء والاتصالات وغيرها من الملفات قد نجحت في السياسة فأتى دور المنتخب اللبناني لكرة السلة لتطفأ شمعته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة